اهلا بكم والى اخر اخبار الاقتصاد افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتب الحلوان اليوم معرض الصناعات والمنتجات الصينية الحادي عشر الذي يشارك فيه الف عارض وعشرة الاف منتج وبتنظيم من شركة البتراء لتنظيم المعارض والمؤتمرات واكد الوزير اهمية العلاقات الاقتصادية بين الاردن والصين حيث تعد الصين شريكا تجاريا مهما للاردن اذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات 600 الف دولار في العام الماضي واضاف ان اقامة المعرض الصيني في الاردن لسنة الحادي عشرة على التوالي يؤكد مكانة الاردن دوليا واقليميا باعتباره بوابة رئيسية لانسياب البضائع الى دول الاقليم الى جانب ما يمتاز به من استقرار وبيئة جاذبة للاستثمار ويمثل المعرض فرصة لرجال الاعمال والمال في الاردن والدول العربية للاطلاع على احدث ما توصلت اليه الصناعة في الصين ولتوقيع العقود التجارية الاردن الواقع مركز جذب للاستثمارات من كل انحاء العالم طبعا هذا يساعد على التبادل التجاري لعلاقات الاردنية الصينية علاقات هامة جدا وتتطور باتجاه مزيد من التعزيز هناك العديد من الشركات الاردنية الصينية طبعا هذا المعرض تميز بوجود تكنولوجيا حديثة واهمها تكنولوجيا متعلقة في موضوع الطاقة البديلة هذا المعرض استمر ل11 سنة وساهم في تطوير العلاقات الصينية الاردنية في المجالات الاقتصاد وتجارة والاستثمار وهناك اهتمام متزايد من قبل الصينيين لتطوير البزنس في هذا السوق هذه السنة الحادي عشر نمى وتطور وترعرع خلال هذه عشر سنة حتى وصلنا لمرحلة عندنا ألف عارض عشر تلاف منتج على مساحة أربعة تلاف متر مربع ومتوقعين خمسة عشر ألف زائر هذه السنة قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ان هناك توجها لاستيراد الغاز الطبيعي من قبرص ضمن خطة الحكومة لتنويع مصادر استيراد الغاز للمملكة واضاف لنشرتنا أن وزير الطاقة القبرصي سيزور المملكة يوم الثلاثاء لبحث عملية استيراد الغاز من قبرص وتوقيع مذكرة التفاهم بهذا الشأن يشار إلى أن الغاز القبرصي موجود في حقل أفرودايت الواقع قبالة الساح سواحل الجنوبية لقبرص وقد تم تطويره من قبل شركة نوبل انرجي ويقدر الاحتياطي فيه بسبعة عشر تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وفي ذات الاتجاه يجري العمل حاليا على تطوير ميناءين للغاز في العقبة الأول للغاز الطبيعي المسال والآخر للغاز النفطي المسال من قبل شركة تطوير العقبة ووزارة الطاقة والثروات المعدنية ويأتي تنفيذ هذين المشروعين لحاجة المملكة إلى الغاز لتأمين عناصر الطاقة المتنوعة خاصة بعد انقطاع الغاز المصري المدير التنفيذي لمشروع تطوير الموانئ بالعقبة المهندس محمد الدرداسي قال لنشرتنا إن نسبة الإنجاز في مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال تجاوزت الثلاثين في المئة وسينتهي العمل به خلال الربع الأول من العام الفين وخمسة عشر أما ميناء الغاز النفطي المسال فبلغت نسبة الإنجاز في عشرين في المئة وسينتهي العمل به مع نهاية العام الحالي الرصيف إن شاء الله سيكون قادر على استقبال الوحدة العائمة لإعادة التخزين وإعادة الغاز الحالي الطبيعي بساعة مية وثلاثة وستين ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سيتم تجهيز الرصيف الميناء إن شاء الله بعدد من أذرع التفريغ ومعدات المعالجة قادرة على ضخ ما معدله 495 متر مكعب قدم مكعب يومياً ولغاية 715 مليون قدم مكعب إن شاء الله الميناء طبعاً أختير بناء على دراسات من ناحية السلام العامة تباعد ما بين أرصفة موانئ الطاقة المتخصصة بالإضافة لتوفير الغاطس المناسب لاستيعاب البواخر المحملة بكميات عشرين ألف طن وكمان الرصيف تم تجهيزه بكافة المعدات المناسبة وضمن أعلى المعايير الدولية في مناولة الغاز والمشتقات النفطية الخطرة تراجع صافيا الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بمعدل 28.2 مليون دينار مقارنة مع ارتفاع مقداره 120 مليون 600 ألف دينار للفترة ذاتها من العام الماضي وأظهرت إحصائيات بورصة عمان أن قيمة الأسهم المشترات من قبل المستثمرين الأجانب بلغت 238 مليون 100 ألف دينار في حين بلغت الأسهم المبعى من قبلهم بلغت 266 مليون 300 ألف دينار وبذلك تبلغ نسبة مساهمة الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الشهر الماضي حوالي 49% من إجمالي القيمة السوقية وقطاعيا تبلغ نسبة مساهمة الأجانب في القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة في القطاع المالي تبلغ 54.8% وقطاع الخدمات بنسبة 26.9% وقطاع الصناعة بنسبة 51% في حين يبلغ إجمالي الشركات كما ذكرنا 49.1% وحول أداء بورصة عمان اليوم أغلق المؤشر القياسي العام لأسعار الأسهم في نهاية جلسة تداول اليوم على انخفاض بنسبة 8% وسجل مستوى 229 نقطة في حين بلغ حجم التداول 5.700.000 دينار وعدد الأسهم 5.600.000 سهم نفذت من خلال عقود 3.164 عقد أما على المستوى القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 42% في المئة لقطاع الصناعة بنسبة 14% في المئة حين ارتفع للقطاع المالي بنسبة 15% في المئة